ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون السلام عليكم وأهلا بكم في حلقات تعليم سورة البقرة وصلنا إلى آية 220 من سورة البقرة مع بعض ونركز مع بعض نتعلم التجويد عشان نقرأ بطريقة صحيحة ونقرأ أحسن إن شاء الله في الدنيا والآخرة نون ساكنة خلي بالنا نظهرها اسمها إظهار مطلق عشان نون جي بعدها في كلمة الدنيا بعض كلمات كده اسمهم إظهار مطلق في الدنيا في الدنيا والآخرة الهمزة هنمده حركتين اسمه مد بدل هنمده حركتين لحفص في الدنيا والآخرة لو يفنع الآخرة لازم نبين إيه التالي مربوطة هتبه ها نبين الها كويس في الدنيا والآخرة والآخرة ويسألونك أبين صفر السين ويسألونك عن اليتاما أخلي بالي من المدودة الطبيعية بعد التا والميم ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير سكن اللام ورققه بعد تفخيم القاف قل قل إصلاح همزة مكسورة بعدين صات خلي بالك تفخم الصات كويس مطبقة إصلاح ورقق اللام قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير الحامل ونوونة بعدها لام إضغام كامل من غير غنة مفيش إيه نون ساكنة ولا غنة ولا أي حاجة إصلاح لهم قل إصلاح لهم خير أسكن الميم كويس لهم الخام فخام اسمها خا خا واليا ساكنة مرققة والرقى لو وفت عليها أسكنها وبينها مرققة وطبعا في مدلين في الكلمة ما نقولش إيه خير لازم نمد ألا حاجة حركتين ممكن حركتين وممكن أربعة وممكن ستة لو حابب تراجع مدلين موجود إيه بالتفصيل على القناة قل إصلاح لهم خير خير وبين الراء مرققة وإن تخالطوهم نون ساكنة بعدها تأخفى حقيقي قلنا مرققة وإن تخالطوهم أكثر الله مضمومة مطبقة تخالطوهم تخا ما تنساش تفخيم الخا خا زي خير بالضبط كل الخاة مفخمة وإن تخالطوهم أسكن الميم مظهرة فإخوانكم أكثر الهمزة والخاباب لها مكسور فإخ زي الخاة المكسورة كده اسمها خي خي فإخوانكم وسكن الميم كويس وإن تخالطوهم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله اسم الجلالة اللام مفخمة قبلها مفتوح و والله يعلم المفسدة الفا كده ايه ما تغطش بسنان على الشفة عشان أخرجها بسهولة المفسدة المفسدة والله يعلم المفسدة من المصلح المصلح خلي بالك الصاد الصفير والإضباب المصلح واكسر الله ما بين الحق والله يعلم المفسدة من المصلح ولو شاء ما الده ايه متصل ما إليش عرب حركات ولو شاء الله لأعنتكم اسم الجلالة مفخمة عشان أبلاي مفتوح أ أفخم اللام كويس ولو شاء الله لأعنتكم أسكن المهم مظهرة ولو شاء الله لأعنتكم إن نون مشددة نون حركتين واسم الجلالة برضو مفخمة عشان أبلاي مفتوح خلي بالي بق أرقق الليه النون والغنة إن الله والها بعد الله مرقق إن الله عزيز تنون بعد دحاء إظهار يبقى هنظهر هنا لنوي تنون الساكنة عزيز حكيم وسكن الميم وبينها إن الله عزيز حكيم ولا تنكح نون ساكنة بعدها كاف إخفاء حقيقي والغنة مرققة ولا تنكح كمان معي يقول معي عشان الناس اللي بتسأل عليه الإخفاء عند الكاف ولا تنكح المشركات الشين فيها تفش ما تستعجلش عليها المش ولا تنكح ولا تنكح المش شركات حتى يؤمن نون مشددة هنغنها سوى ويفنا عليها أو وصلناها أي نون مشددة بنغنها حركتين في الواف وفي الايه والوصل حتى يؤمن حتى يؤمن حركتين هنا في ايه تنون بعد خاف اظهار مؤمنة يبقى غنة وبعد كده هظهر شوف كم غنة كل نقطة من دي غن يبقى غن وبعد كده اظهار وبعد كده تنون بعد ميم اضغام كامل بغن وبعدين نون ساكنة بعد هميم اضغام كامل بغن وبعدين تنون بعد واو اضغام ناقص بغن يبقى غنة اظهار وبعد كده واحد اثنين ثلاثة ثلاث غنان وربعة واضح؟ بكس في الغنان عشان ما ننساش تعالوا نتضرب عليها نقولها كذا مرة عشان ما ننساش وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أَعْجَبَتْكُمْ التا ساكنة لازم نباين الهمس التا بنهمس على طول لكن لما تكون ساكنة لازم من الهمس ايه يبان عشان تظهر أَعْجَبَتْكُمْ الهمس ده هوى أسكن التا أعجبت وبعد يخرج الهوى ت كده وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كمان مرة عشان ايه نتضرب على الغنان وما تنساش الهمس وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا ننسا كنا بعدها كاف برضو إخفاء حقيق بس خلي بالك دي اسمها تو وَلَا تُنْكِحُوا لَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا تَنْكِحُوا الأولانية التاة مفتوحة التانية التاة مضمومة إوعاءات غار التشكيل يحصل ايه مشكلة كبيرة جدا يبقى التانية تو والأولانية تا واضح في فرق كبير جدا لو قارنا التشكيل هنغلنا حراكتين الغنة مرققة المشركين طبعا هيه هنعمل التفشي في الشين حتى يؤمنوا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ بَا سَاكِنَةٌ مُقَلْقَلَةٌ هنقلقَلَةٌ مرققة إذا المنونة بعدها ميم اضغام ايه كامل بغنة يبقى قلقلة وبعد كده غنة حراكتين مؤمن تنوين بعده خار هنعمل اظهار يبقى غنة وبعد كده اظهار ونفس اللي قبل كده وبعد كده غنة اثنين تلاتة واضح؟ يبقى الأول ايه قلقلة وغنة وبعد كده اظهار غنة 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 وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَسَكِّنِ الْمِنْ كُوَيْسْ مُظْهَارَ كمان مرة عشان نتضرب على الغنة والاظهار قلقلة غنة اظهار تلاتة غنة يالا مع بعض وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ مَدْ إِيهِ وَاجِبْ مُتْتَصِلِ مَا إِيهِ شَعَرْبَ حَرَكَاتِ أُولَئِكَ يَدْعُونَ ده الساكنة مُقَلْقَلَة هنقَلْقَلْها إِلَا النَّارِ نون مشددة إيه هنغلنا حركتين أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ لو وفن على النار إيه وعد فخم النون والراء طبعا لو وفن علىها بالسجون هتبقى ساكنة مفخمة ونقيه ونبينها إِلَى النَّارِ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ إيه وعد فخم النون اسمها ناء والله هفخم الله معشان أبلها مفتوح يدعو الدال ساكنة إيه مقلقلة يدعو وبعدين مد بعده همزة في الكلمة اللي بعدها مد منفصل هنمدر بحركات توسط وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ نقول المشددة أنا أقولنا حركتين إِلَى النَّارِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ أخلي بالي مذّال إيه وعد دخل لسنك جوة لازم يلمي السنتين لفوق بِإِذْ بِإِذْ وَأَكْسَرِ النَّارِ وَلَوْفْتَ عَلِيْهَا بَيْنِ الْهَا كَوَيْسِ بِإِذْنِهِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ الْهَمْزَةِ المدّه حركتين مدّ بدل ما تنساش لحفظ آ وبعد ياء مدّ طبيعي ياء وبعد هاء في الوصل مدّ صلة صغرى يبقى عندي الكلمة دي بس فيها تلت مدود كلهم إيه حركتين واحد بدل والتاني طبيعي والتالت صلة صغرى وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ النون مشددة هون حركتين لَعَلَّهُمْ سَكِّنِ الْمِيمِ كُوَيْسِ يَتَذَكَّرُونَ وَافَعَ النون وَبَيِّنْهَا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أسأل الله أن يسر لكم حفظ القرآن الكريم وأجي معكم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ما تنساش تبع التسجيل بتاعك وتحفظ معنا في حلقة التلقين ولو حبيب تراجع معنا سورة البقرة في مراجعة احنا في الأسبوع التالت دلوقتي وقربنا نخلص جزء فرجع معنا وبعد التسجيل بتاعك أيام السبت والحد والثلاث والخميس